محمد بويش مسؤول عن خلية الإعلام والتواصل بالمندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بالناظر في إطار الحديث عن مستجدات التصدي ومراقبة فيروس كورونا المستجد كوفيد 2019 بإقليم الناظر فلحد الساعة لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة للإصابة بهذا الفيروس وكل ما يروج مجرد إشاعات لا أسس لها من الصحة أما فيما يتعلق بالتدابير الأمنية في مدخل التي يعرفها مدخل المستجفى الإقليمي الحساني فهي تدابير تم تفعيلها من خلال المذكرة الوزارية رقم 17 الصادرة بتاريخ 13 مارس 2020 التي تحدد أو التي تنص على أن مدة زيارة المريض لا يجب أن تتجاوز ساعة واحدة في اليوم كما تحديد أو تؤكيد على أن عدد الزائرين لا يجب أن يتجاوز زائر واحد كما أنها منعت دخول الأطفال غير المرضى إضافة أنها نصت على مجموعة من النصائح من قبيل غسل اليدين قبل الولوج إلى المريض عدم الجلوس على سرير المرضى إضافة إلى عدم لمس المعدات الطبية وبيو طبية تم اتخاذ جميع هذه التدابير لحماية المريض المرضى وذويهم حيث أن المستشفى الإقليمي يتوفر على مرضى يعانون من نقص في المناعة الأمراض المزمنة نساء حوامل فهذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامتهم وحمايتهم كما أدعو من هذا المنبر جميع الساكنة للالتزام بنصائح وزارة الصحة وذلك للحد من انتشار هذا الفيروس وأيضا أدعوكم كمنبر إعلامي للمساهمة بشكل فعال في إيصال صوت وزارة الصحة للساكنة قاطبة عن طريق التوعية والتحسيس كما لا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأطور الصحية الصاهرة على التصدي لهذا الفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر